دكتور مصطفى معلش سؤال مهم قردت بعض من التحليلات كده كان في مقالة على الإيقانومست وكانوا بيشوفوا تأثير الانتخابات الأمريكية أنا مش هكلمة جلوبال يعني أو بشكل واسع لكن كان عجبني في الموضوع أنه هو تأثير على الاقتصادات النشأة فمن التحليلات يعني بيقولوا أنه ترامب أفضل للعالم بزات الاقتصادات النشأة وعن الاتجاه الديمقراطي شوية إلى أي مدى الكلام ده منضبط بما أننا كمان يعني ترامب بيمثل حالة اقتصادية كمان مختلفة فإلى أي مدى ولا الأمور مش مركبة للدرس لا مش بالرؤية دي مش بالرؤية دي يعني خليني نصدر رؤية أمريكية فاكهة بمبصد من نظرتنا يعني أبسط مثال هو بينتاج سياسات الحماية فلما بيرفع الرسوم ويخش تاني حرب تجارية مع الصين طيب مدى هيرفع من التضخم وعنده البنك الفيدرالي بيحاول أنه هو يسيطر على التضخم هو انخفض بس انخفض حذر ممكن الجماعة التضخم ينطلق تاني وهيضطر أنه هو يرفع أسعار الفايدة لو رفع أسعار الفايدة إلا يحصل عندنا الأموال السخنة أو الاستثمار غير المباشر هتروح أمريكا وبالتالي ده هيأثر علينا لأن الاستثمار غير المباشر أو الأموال السخنة ده بيعتبر أدات تمويل مهمة مش هنقدر ننكر ده بس هما ساعتها كانوا بيحسجوا على أعتبار أن الفايدة عملة تنزل في أمريكا وكانوا استبعدين أنها تزال رجع معها على فكرة كل التقديرات أنه هو البنك الفيدرالي كان هيستمر في نهج الخفض على أساس أن الوتيرة بتاعت التضخم ابتدت إيه؟ نحو الطراضة بالزبط لكن بعد فوسترامب النهاردة أعتقد أن المعطيات اتغيرت وأكيد الاستراتيجيات هتبتدي يعزغتها مرة تانية مش مع الصين بس مع أوروبا كمان وغير كده أن بيانات الوظائف الأمريكية المفروض أن كانوا متوقعين ما بين خمسين ستين ألف وظيفة تقريبا على ما أذكر يعني في رنج التمانية تسعة تلاف وظيفة اللي قدروا يوفروها فده برضو بيدي مؤشر تاني أن ممكن يحصل ما يخفضش الفايدة دلوقتي ويفضل مستقرة على الوضع بتاعه ولكن احنا بنتكلم على مصر لو حصل ده لا هيكون ليه تأثير تأثير لو في حال رفع الفايدة في الفيدرال الأمريكي طبعا هيأثر علينا في الأموال السخنة شوي أنا بس عايز بس يعني ليه أوجه طبعا انتقلت برضو في الاعتبار أنه هو هيخفض من وطيلة الحروب يعني برضو مبنية على أسس قد تكوين خيالية ما حدش عارف اللي جاية إيه يعني النهاردة إنما نشوف كده نشوف أسعار الدهب علامية حصل فيها إيه نقدر نعرف الانتجاح شوية ماشي إزاي يمكن هو قال كلم حتى ترامب قالك إن الفترة اللي جاية بص على حتة أمريكا أولا أمريكا أولا دي هو عايز يبتدي يثبت الأمور الاقتصادية شوية عنده ابتدى هيفكر في إن هو يرفع الجمالك شوية على بعض السلع اللي بتخش أمريكا سواء جاية من الصين أو من أي دولة طبعا عن الجانب التاني هتعمل إيه عن الجانب التاني قالك أنا هحاول ألعب على حتة إن أنا هخفض الدرايب شوية على التصنيع والطنوع ما يبتدي يفكر في التصنيع يبقى نازم يفكر في تخفيص سعر الفايدة لأنه رفع الفايدة تدل تصنيع فالنهار ده هو أعتقد أني يعني يا دكتور مصطفى أعتقد أني خلال الفترة الجاية ممكن يشجع الفتراني إن هو يخفض الفايدة عشان يقدر يمشي على النهج اللي هو آيل عليه أصلا إن هو يشجع التصنيع ويمنع الاستراد من خارج وهو قال كده فعلا إن هو عايز يخفض الفايدة ويخفض الدرايب وهو اللي جربناه في الأولاية الأولى معدى برنو مرهوم ممكن يكون معدل من فلسفته في ده هيبان بقى الفترة الجاية الأولاية الأولى كانت من سنين كانش لسا الفايدة مرتفعة كده زي دلوقتي ما كانش لسا في حرب روسيا وأوكرانيا كان وضع جيو سياسي كله بيتغاية ما كانش فيه داخل الوقت مرتفعة كده هيجيو سياسية ما كانش فيه كورونا وثلاث الابداد يوم مليح أخيرها كده يعني يخدوا بوثا في الآخر لكن طبعا اللعب الأبو كان على الديموقراطيين وبيدن وهو واضح إن الأبريكيين عقبه معقب عسير يعني اشتركي في القناة